موسيقى موسيقى تحية طيبة ومشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز ومقال افتتاحي بعنوان اطلق النار في سوريا فوصفته الصحيفة بأنه الأمل الوحيد لضحايا الحرب السورية إذ يحمل لهم السلم في بلادهم عكس المصير المجهول الذي ينتظرهم كلاجئين وترى الصحيفة أن 4.6 ملايين سوري الذين تركوا بلادهم لاجئين إلى البلدان المجاورة وإلى أوروبا لا ينبغي قطع الأمر في عودتهم إلى بلادهم لأن العائلات لا تترك ديارها إلا إذا كانت المخاطر كبيرة وتحمل التايمز رئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ضمان استمرار وقف إطلاق النار لأنه برأيها هو من يبقي الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم ويتهمه حلف شمال الأطلسي باستعمال سلاح اللاجئين لزعزعة الاستقرار في أوروبا وتنتقد التايمز قرار المستشار الألماني أنجلا ميركل بفتح حدودها لجميع اللاجئين السوريين الصيف الماضي وتصفه بأنه تصرف غير محسوب العواقب وإن كانت نيته طيبة وتشيد بتصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد سيك الذي توجه للمهاجرين واللاجئين بقوله لا تأتوا إلى أوروبا وتصفها بأنها واضحة ومباشرة ونقرأ في صحيفة الاندمندن تقريرا عن أزمة اللاجئين بعنوان أزمة اللاجئين جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر دفع المهاربين إلى استخدام القوارب الأضعف ويتحدث تقرير عن تغيير المهاربين لأدواتهم وأساليبهم منذ شريعة السفن التابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي في مراقبة طرق التهريب واعتراض زوارق وبواخر المهاجرين المتجهين من شواطئ ليبيا إلى جنوب أوروبا وينقل تشيرلي كوبر كاتب التقرير عن مسؤول في البحرية البريطانية قوله إن المهاربين يلجأون الآن إلى زوارق مطاطية صغيرة لأنها لا تكلفهم غاليا إذا غرقت ويضف التقرير أن تغيير المهاربين لأسلوبهم جاء بسبب مهمة الاتحاد الأوروبي التي عملت على إغراق الزوارق والبواخر التي تنقل المهاجرين وأن المعابر التي يستعملها المهاربون في البحر الأبيض المتوسط تقلصت من بدء مهمة المراقبة أيضا ولكن الأندمندن تنقل عن منظمات غير حكومية قولها إنها تتوقع ارتفاع عدد هذه المعابر بحلول شهر نيسان وتحسن أحوال الطقس في منطقة البحر الأبيض المتوسط وبالانتقال إلى وكالة الأناضول ومقال تحليلي لجاد يتيم بعنوان تصنف حزب الله كإرهابي هل يضعه ضمن أهداف التحالف الإسلامي العسكرية؟ صرح الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها وأضف أنه نظرا لاستمرار تلك الميليشيات في ممارستها الإرهابية فقد قرر الدول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية وقال الخبير العسكري رياض قهواجي إن هذا القرار يعني من الناحية العملية أنه في حال بدأ التحالف الإسلامي عملياته العسكرية ضد داعش في سوريا والعراق فإنه لن يستثني مقاتلي حزب الله وسيجعل ميليشيا الحزب على قائمة أهداف التحالف الإسلامي وأضف قهواجي أنه بهذا المعنى يأتي استهداف ميليشيا حزب الله ضمن قرار محاربة الإرهاب وسيقول عندها المسؤولون السعوديون لروسيا أنه كما تقوم موسكو بضرب فصائل سوريا معتدلة إلى جانب داعش باعتبارها إرهابية سيكون هناك ضرب لحزب الله تحت هذا المفهوم نفسه ووفق تصنيف خليجي من جانبه قال العميد المتقاعد هشام جابر أن هذا القرار سيحرج روسيا ويربكها لناحية وضع لوائح الإرهاب في سوريا وأوضح جابر أن القرار الخليجي سيضع حزب الله على لائحة الإرهاب وسيكون ورقة تفاوض مع روسيا موسيقى ونقرأ في صحيفة صباح التركية مقالة لفخر الدين ألتوم بعنوان بينما تلعبون بالرمل تركيا حيث أشار فيه الكاتب إلى سعي تركيا لتعمق انفتاحها الإفريقي الذي بدأته في عام 2005 في غرب أفريقيا ومحاولة تطوير العلاقات الثنائية وزيادة حجم التجارة والمساهمة في تطوير المنطقة من خلال تقديم المساعدات واقتراح نماذج تعاون على دول المنطقة يمكنها أن تحقق نجاحا متبادلا من خلال إقامة علاقات متساوية ويبدو أن هذه النماذج تلقى قبولا ولا شك أن المستعمرين غير راضين أبدا عن الوجود التركي في غرب أفريقيا كما في المناطق الإفريقية الأخرى لأن نيجيريا وحدها تضم 182 مليون نسمة وتعد أكثر دول إفريقيا كثافة سكانية والقوى الاقتصادية العشرون عالميا وفي السنة الماضية ارتفعت مكانتها لتصبح الاقتصاد الإفريقي الأقوى متخطية بذلك جنوب أفريقيا وبحسب تصنيف البنك الدولي فإنها تعد سوقا صاعدة كما تفتح ذراعيها لتركيا وتحاول الدول الاستعمارية إبعاد تركيا عن أفريقيا عبر أربع خطوات أساسية أولا إظهار أزمة السيادة داخل حكومة الجمهورية التركية من خلال عمل متوازن وامتدادات عملياتهم وثانيا تشكل تشكيل وعي بأن الدول تعيش حالة حرب أهلية من خلال مقاومة حزب العمال الكردستاني كمنظمة مسلحة وثالثا إثارة انطباع بأن اقتصاد الدولة في أزمة وتغليف المشاكل في الاقتصاد العالمي على أنها مشكلة تركية المصدر وأخيرا تصوير تركيا كدولة تعيش مشكلة قيادة سياسية وعلى الرغم من كل شيء فإن تركيا تواصل نموها وتزداد ثراءا وسوف تستمر من خلال هذه الجهود نموا وغينا وبشكل طبيعي وختام حلقتنا مع مقال في جريدة حبر لعدي حلبي بعنوان الاستعمار الروسي الجديد حيث رأى فيه الكاتب بأنه من خلال تحليل السياسة الروسية على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية لا يخفى على أي أحد منها بأن ما تقوم به روسيا ليس بغرض الدفاع عن أنظمة أو حماية أشخاص معينين بل يمكن أن نقول إن سياسة الاحتلال المستقبلي أصبحت واضحة في الأعمال الإجرامية التي قامت بها روسيا والتي يمكن أن تذكرنا بسياسة الدول الأوروبية التي طبقتها على الأقاليم التي احتلتها سابقا لسيما بعد ثورة الصناعية فمن الناحية الثقافية نجد روسيا تتبع سياسة تدمير المدارس التي ظهرت جلية في الآوين الأخيرة في سياسة روسيا والتي تسببت بتدمير عدد كبير منها وإبعاد أكثر من عشرة ألاف طالب عن مقاعدهم الدراسية مشردين في غابات الجهل عدا عن الشهداء والجرحى الذين قضوا نتيجة القصف الجوي وإلى جانب ذلك ومن الناحية الاقتصادية اتبعت روسيا سياسة تجويع الشعب من خلال ضرب الأمن الغذائي وضرب المؤسسات الغذائية ولسيما الأفران التي تمد الناس بغذائهم الأساسي وإذا أردنا الحديث عن السياسة العسكرية فيجب أن نتحدث عن سياسة الأرض المحروقة حيث يعد تدمير بيوت المدنيين هواية الطيارين الروس لإرغام هذا الشعب على ترك وطنه والابتعاد عنه لهدف خطير جدا وهو جعل الأكثرية أقلية والسيطرة على خيرات البلاد ولا تقف سياسة الإجرام الروسية عند حد تدمير المنازل والمساجد بل تتعدها إلى قصف الممنهج يستهدف المستشفيات مخترقة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية التي تمنع ذلك متذرعة بحجة مكافحة الإرهاب وهنا لا بد من إدراك مخاطر تحت اسم الفدرالية ومن جهة ثانية ستقع عليهم تبعات السياسة المباشرة لهذا المشروع حتى لو سارت فيه وإيدته الأمم المتحدة وأمريكا وأوروبا والعالم العربي يبدو الروس مستعجلين لاستثمار ما حققوه في الميدان ولديهم قناعة بأنهم لا يستطيعون الحفاظ على المكاسب التي انتزعوها إذا طال أمد الحرب التي تعتمد حتى الآن على القصف الجوي وليس من باب المصادفة أن من يواصل خرق الهدنة ويطرح تقسيم سوريا هي روسيا وهي تسعى من ذلك إلى خدمة الأسد لكن المسائلة قد تتحول إلى لعبة روليت روسيا وبهذا المقال نختتم مشاهدنا حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر